بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أتمنى لتيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحاجي ذاتا شكور الناس لتدعموه هذه القناة من بعيد ومن قريب سنقول لهم شكرا جزيلا إن شاء الله بحول الله وقوته جبت لكم واحد وصفاق خاصة خاصة لتبريد الأمور أي تبريد بغيتي تبرديه بغيتي الراجل تبردي ليه رجليه على الزنقاء بغيتي تبردي شي ساحر قتلك بالسحور بغيتي تبردي لشواحد قتلك بالعين أو حاسد أو باغد أو إنسان بغيتي تبردي ليه يده ورجله على على السحر إن شاء الله بحول الله وقوته حاجة اللي غادي نقول لكم هي تكون على الطهارة إن شاء الله وتكونوا نقيين وغادي إن شاء الله ما فيها لقراءة القرآن ولا والو هي خاصة إنسان يكون على الطهارة بيش تكمليه الوصفة والنية أبلغ من العمل لأن النية تنديرها لأنها صالحة بعض الأحيان تتكون النية تتقدي مع الوصفة أول حاجة غادي ندروها بحول الله وقوته غادي ناخد واحد الفرشيطة وغادي ناخد قليل من الملحة إلا عندك الشخص معين اللي بغيت تبردي ليه إما على بغيت تبردي ليه الدو على السحر وبغيت تبرديه على العين باش نفقاش عينه حارة تتدرك آه الناس اللي عندهم الناس مقابلي لهم بالسوء بالكلام آه الفاتح مخامة فيك شريك الخطرة تيسيئو لك بالكلام آه ليس له معنى أما الناس اللي تبلوا بالسحر ما القوم يديرو وتيمشيو ينتقمو من الإنسان تيدي تورتو تيبدو يديرو شي أمور آه خيبة تيقدر الإنسان آه تييمشي فيها تيولي من عند راقل راقل تيولي مريد صحيا وجسديا وتي يعطيوه تيدخلو لي الجسد دياله وشياطين لي تيحاربوه وتيبقوا يتفرجوا عليه تنقولوا في هاد ليلة جمعة حسبنا الله ونعم الوكيل ربي تيجازي كل واحد على قدنيته ربي سبحانه وتعالى ما غافلش على الظالمين ولكن تيمهلهم 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 تيشوفهم واش غادي توبوا واش غا يهديهم الله ولا غا يبقوا في الضلام ديالهم والضلال ديالهم أول حاجة غادي نديرو هي أنني غادي ناخد هذه الفرشيطة وغادي ناخد الماء وغادي ناخد قليل من الملحة والاسم ديال الشخص اللي بغادي تبردي ليهدو أنتي عارفة قاتلك بالعين قاتلك بالكلام دياله أو قاتلك بالسحر تيدر لك السحر وانتي ما الإنسان بغاه يتهدى ولكن ما بغاهش يهدى فبغاش يتهدى إذن غادي تبطلي ليهدو ورجله أول حاجة غادي تشدي هاد غادي تشدي هاد الفرشيطة غادي تبدي آآ تحطها على الملحة اللي قريتي عليها الملحة اللي قريتي عليها آآ أتقرأ عليها اللهم بطل اللهم بطل يد فلانة بنت فلانة عن السحر اللي تتأدني به اللهم بطل يدها اللهم بطل يدها عني وعن الناس أجمعين اللهم بطل يدها ورجلها على آآ اللجوء إلى السحر اللهم برد يدها على آآ أديتي اللهم برد تبقى تقولي يا برد تبقى تقولي برد يدها أو رجلها أو رجلها على طريق السحر آآ اللهم بطل اللهم بطل يدها عن السحر اللي تتأدني به أو شي إنسان بغيتي كنتي تتبغيه وبغيتي تنسيه غادي تهي هدي صالحة بالنسبة للناس اللي بغيتي كنتي تبغيشي شخص معين وبغيتي تتبطليه ما تبقيش تبغيه اللهم برد قلبي على فلان ولد فلان برد قلبي على فلان ولد فلان اللهم بتقرأ على هاد الملحة وتشدي تشديها بحلكة وتحميها في آآ فوق الغاز فوق الغاز أنك آآ تحطها فوق الغاز فوق البوطة وتتحمى هديك الفرشيطة وتحمى الملحة وتطفيها في هاد في هاد الماء اللهم وطفي هاد الملحة وطفي وابطل آآ سحرها وابطل حسدها وابطل عينها وابطل آآ الحاقدين وابطل يد الساحرين وانطفيها في الماء وانطفيها في الماء أو تاني آآ أنا قريت على الملحة القرأ اللولا اللهم وابطل يدها وابطل يد السحر وابطل آآ سحر الساحرين ومكر الماكرين اللهم وابطل يدها عن السحر وابطل آآ رجلها على المشي إلى الساحر اللهم وابطل عينها الذي آآ العين اللي تت تصيبني بها أو الحقد أو آآ أو تكون تكلم فيك بسوء تنتي تقولي اللهم وابطل فهمها على الأديتي مهم أي حاجة بغيت تبطلها وتهزي الملحة آآ بحلقة وتقري اللهم برد يدها اللهم إلا بغيت تبردي فهمها على كلامك تقولي اللهم برد فهمها عني وعن الناس أجمعين إلا كنت تحقدك اللهم برد حقدها وارجع كيدها في نحرها وتقضي بحلقة سبع مرات أي حاجة بغيتي ديرها سبع مرات أنا عود لكم الثالثة وغادي نهز بحلقة اللهم أبطل عين الحاقنين والساحرين والباغدين اللهم أبطل عينها واجعل كيدها في نحرها وشغلها بنفسها وبعد شرها عني وعن الناس أجمعين وديري أديريها في الماء اللهم بطل عني اللهم برد عني عينها الحاقنة البنت اللي بغات البنت اللي بغات البنت اللي بغات تبطل ما بقت بغات تبغي هذا إنسان تبغيه ولكن تفرقت معاه وما بقاش بغات يجي في الدهن ديالها تهي الصالحة هذه تقرأيها كاللهم برد قلبي اللهم برد قلبي عن فلان والفلان ما بقاش نبغيه ما بقاش نحبه ونحطه ونحطه فوق البطاة تتسخن ونطفيها بالماء بارد الماء بارد ونقول اللهم برد قلبي عن فلان والفلانة ونطفي سبع مرات إذا بغيت تحطي أي شخص معين للعائل الحقد جمعها في كأس واحد وغادي نديرها ندير الفرشيطة هنا الفرشيطة اللي درت ونخويع لها هذه الماء مع الاسم ديال الشخص المعين دياله هنا ونحاول أنني نضيف هذا الملح اللي قريت عليها هذا الملح اللي قريت عليها ونضيف لها الماء نضيف هذا الماء غادي نضيف هذا الماء وغادي إن شاء الله غادي نديرها في الفريزة مع الاسم والإبطال يدها السحر أو الحقد أو الحاسد أو إبطال جميع الموانع أو جميع أي حاجة بغيت يسبط لها وغادي نعقدها حالك وغادي نحطها في الفريزة نحطها في الفريزة أو نحطها في التلاجة كما نقول وحنا المغاربة أو في الفريغو في الفريغو فريغو هو ونحطها هكا نديرها في شيش صاشية كحلة ونخليها مدة زمنية مدة ستش ونعودها أو تاني إن شاء الله إذن هذا الوصفة إن شاء الله بحول الله وقوتي صالح علي إبطال أو اللي تيضمرك واللي بغي أديك تبردي له الدو أو إنسان حاقد تحيدي له هذيك الحاقد دياله وتبردي ودري في تلاجة والفرشيطة من بعض ستشهر جبدوها وعودوها خلوها اللي إبطال حيث تكحال تولي اللون ديالها أسود نبقى صالح للأكل ولا لأي حاجة أما الماء اللي من بعد ستشهر تخويه في الخلاء لأنه نبقى عليه القرآن لدي شي حاجة تخويه خارج المنزل من بعد تعودوها هذه الوصفة لابد إنسان اللي تيأديك تبقى أنك يتبطل إليه كل ثلاثة أشهر أو ستشهر وتبقى هذه صالحة مدة ستشهر ونعودها عوداني إن شاء الله لأنها صالحة بإذنها متنسوش الاسم دياله وتحطوه في مع الملحة ومع الماء إذن حبابي في الله هذه الوصفة صالحة بإذن الله لإبطال جميع الحويج اللي تدرك في حياتك برد يد الساحر أو أبطل عن الحاقد أو أبطل الكلام الناس أو برد قلبك على الشخص اللي تتبغيه وتتنسيه زي مزيانة صالحة بإذن الله إذن حبابي في الله مقالي غير نقول لكم حاولوا الدعم والقناة وتفعلوا الجرس وتتابون عندي حول الله وقوتي والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته